الموجز الإخباري خطر المجاعة الناجم عنها هذا وجدد رئيس زينبابوي ورئيس الدوري للمجموعة إيميرسون مانانغاغو جدد دعم بلاده والتزامها الراسخ بقضية الشعب الصحراوي مشددا على وقوف الصادق إلى جانب الكفاح العادل للصحراويين من أجل تحقيق الحرية والاستقلال نبقى دائما في تضامن الإفريقي مع القضية الصحراوية أدانت ناميبيا في بيان لها القرار الفرنسي الأخير بخصوص القضية الصحراوية وقالت الحكومة الناميبية في بيان أنها تشعر بقلق عميق وخيبة أمان بسبب القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتأييد السيادة المغربية على الصحراء الغربية أمنيا وفي نيجيريا تم اختطف عشرين طالبا في كلية الطب كانوا متوجهين لحضور مؤتمر طبي هذا الأسبوع في شرق نيجيريا حسب مصادرا في الشرطة والجامعة وفي الملف السوداني كشف رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتح البرهان خلال لقائه وفدا إعلاميا سودانيا مصريا بمكتبه في بور سودان كشف إن الإدارة الأمريكية وافقت أمس على أحد مطالبهم بعقد لقاء يجمعهما إلى جانب السعودية لمناقشة تنفيذ إعلاني جدا وعن تشكيل الحكومة التي وعد بها قال البرهانين المشورات بشأنها مستمرة ويجري مناقشة تعديل الوثيقة الدستورية وتقليص عدد الوزارة صحيا أعلنت وكالة وصحة التابعة للاتحاد الإفريقي أنه تم تسجيل 18737 إصابة بين محتملة ومؤكدة بجذري القردة منذ بداية سنة 2024 إلى حدود الآن في القارة الإفريقية بوترة 1200 حالة في الأسبوع وفي أخبار الرياضة تعادل نادي النصر الليبي سلبيا أمام ضيفه نادي المريخ السوداني في ذهاب الدور التمهدي الأول من دوري أبطال إفريقيا وفي مبارياتي اليوم يلتقي فريق بيرامدس المصري مع نظره جيكي والزونزباري في إطار ذهابية الدور التمهدي من دوري أبطال إفريقيا كما سيتقابل شباب بالوزداد الجزائري مع اليوبارت الكنغولية بهذا الخبر رياضي نصل وإياكم مستمعين إلى نهاية الموجز الإخباري إلى اللقاء